السلام عليكم يا شباب. دلوقتي احنا قدام بيت الكهرباء. الموانس احمد ان شاء الله هيتديلنا فكرة عن شحن اوتوبيسات الكهرباء. بالتفصيل. فضل يا موانس احمد. انا احمد امر من شركة شونك الالمانية. معانا هنا لشحن الاوتوبيسات الاوتوماتيكي. تمام. لحيس ان الاوتوبيس يقدر يدخل محطة في الشحن. والسواء يدوس على زرار. الفانتوغراف يطلع ويكونكت بالشارجينج ستيشن او بالانفرستركشور. ويقدر يشحن الاوتوبيس خلال تلت ساعة. برضو ممكن يستخدم بحيس انه هو طريق طويل على البطارية الاوتوبيس يقدرش تعمل الراوت كله في شحنة واحدة. يقدر انه هو ثلال محطات متوزعة على الطريق. انه هو يقدر يشحن شحن سريع. ويقدر يكمل الراوت بتاعه من غير يوقف فترات طويلة للشحن. ممكن ندخل طيب تفاهمنا شوية التفاصيل تكنيكا لي عشان المؤامسين اللي معانا يفهموا الدنيا ماشي ازاي? هو بيبقى نتوصل فيه نوتوبيس. اوكي. اه طبعا في خلال سواقة بيبقى نوتو بيبقى ده نايم. اه بحيس طبعا ما بنخبرش في كبري او حاجة. اه اول ما بيوقف في المحطة فن المستوى محتاج يعمله. انه هو بس يعني في المكان الصحيح. عدم تبع علامات في الارض. وبيدوس على زرار بيطلع يكونيكت بالفانتوغراف بالانفرستركشور بيقى في كاونتر فارك متعلق في المحطة متساها. وانتسيس كونكتب بيبتدي يعمل الكميشارجي كوميكيشن مع المحطة ويقدر يبتدي يشحن. ده هنا بالنسبة للدي سي والجراونة. احنا بنقدر نوصل لغاية اه 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 اوا على حسب القدرة من الجريد وعلى حسب قدرة البطارية اللي في الاتباس قدر تشعل الدولة. اوكي. بس هو الدزاين بتاعه بسيط جتاً. احنا الحمد شغالين مع كل الـ OEMs. فهو بيبقى بيطلب من المصنع ان انا عايز الـ option ده مع الاتباس بتاعي. يعني افهم منك ان ده option بيتضاف للاوتوبيسات حتى لو الاوتوبيس العادي ولا لازم يكون يعني اي كهرباء. اي كهرباء. اي اوتوبيس كهرباء. تقدر تطلب من المصنع انه هو يكون. اوكي. الدزاين بتاعه وسيط جداً عندك هنا في اه هي اللي بترفع الفوق. ده. والمطور ده هو اللي بيقدر يتحكم في سرعة رفع ونزول يعني المطور ده مجرد انه هو اه رفع البنتغراف. بزاق. اوكي. اه طيب اطراف الشحن فوق او الكونيكشن. اللي هم الورنج دول الفاور كيبلز. يبقى الورنج دول الباور كيبلز. اربع باور كيبلز. كل يعني دي سي بلاس عنده دو كيبلز و دي سي مينس عنده دو كيبلز. اه دي سي بلاس دو كيبل. دي سي مينس دو كيبل. اه طبعاً الابيض والاغدر ده ده الارثي. اوكي. اوكي. وفي بقى الكونترول بايلت ما تلاقيه اللي هو السلك السلك الزعير ده ده بتاع الجوة. اوكي. اوكي. او لو يعني نزلنا كده هنزلنا كده. لو نزلنا كده هنشوف دي الكونتاكتس. او يعني دي اطراف الكونتاكتس اللي معاة الشارجر المفروض. اوكي. او كي. او او حاجة لأنهم مجرد سجن الهان. انا بشكر المهانس احمد على الاضافة الجميلة والشرح الجميل لشحن الوتوباسات الكهربية وحبين بس تديلني نصيحة كده للناس ان هي تحاول الشركات الخاصة بالنقل او اللي هم ملاك الوتوباسات ان الناس تتحول لاوتوباسات الكهرباء ما فيهاش مشاكل في عملية الشحن الموضوع بسيط امن فتديل لنا نصيحة للناس من المعرض النهاردة بخصوص الوتوباسات الكهربية وشحن الوتوباسات الكهربية. قلت نقطة مهمة جدا لموضوع الامان هو طبعا يعني اكبر المزايا بالنسبة للبانتو جراف لكل حاجة اوتوماتيكية يعني. وبالتالي انا مش محتاج انا امسك الناس. الديفايس اس نفسه او الكابل عشان اه. 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 بزبط. سواء ربعمية بولت او تميز بولت. فانا بقى بويد او يعني متلاش ان انا انسواء كل يوم يتعامل مع مع الكتابات. وفي نفس الوقت. يعني نضمن السوائين. يعني سواء هو اكتر واحد اه بيتعامل مع الاوتوبيس. بالضبع. وهو اللي هيشحن وهو اللي هيبقى مسؤول عن الموضوع ده. فاحنا عايزين هنا نوجه رسالة للناس سواء كان او السوائين اللي يشتغلوا على الاوتوبيسات. ان الموضوع اه. ما فيهوش اي اه رسك. اه الناس تحاول تتطمن في استخدام السيارات الكهربية او الاوتوبيسات الكهربية. تمام? والموانس احمد بيطمن كل الناس ان الموضوع بالذات في الاوتوبيسات لان هاي فولتش فهو يعني فيه سيفتي عالي جدا واحنا شفنا اللي موجودة اللي بتأمن عملية السيفتي في الديفايس بتاعني النهاردة. شكرا موانس احمد.